فتح الصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بولاية وهران أبوابه استثناء يومي الجمعة والسبت للسماح لأكبر عدد من أرباب العمل وأصحاب المؤسسات المتأخرين لتمكينهم من إداعي التصريحات السنوية للأجور والأجراء للسنة المنقضية 2021 وكذا الاستفادة من التدابير الاستثنائية المتعلقة بالإعفاء من الغرامات وزيادة التأخير والتي جاء بها الأمر الرئاسي رقم 1221 تغطية شرقي يوسف دار تسهيلات فيما خصى الناس اللي لم أدتش الواجه بتاعها في الأيام الأسبوع واليوم رأنا هنا لتمثنا اشتقاب المميز من طرف العمال الصندوق الوطني لضامن اجتماعي لتسهيل الإجراءات فيما يخص الناس اللي لم أدتش الواجه بتاعها ولا الإجتراك التاعها ولا تصريحات سنوية في الوقت هنا ركاين المتواجدين العمال من أجل تسهيل العملية ومن أجل امتساس الضغط المتواجد طيلات أيام بسم الله الرحمن الرحيم برقوقي قويدل مدير فرعي للتحصيل والمنازعات لوكالة وهران أولا نشكر قناة الأجواء على المرافقة نحن دائما في الحملة التحسيسية لتدابير الاستثنائية التي جاء بها المرسوم الرئاسي 21-12 وهي إلغاء جميع الغرامات التأخير وزيادة التأخير قبل 31 جنوبي 2022 لحد الآن عندنا 19.400 مستفيد من هذه التدابير كذلك عندنا 660 استفادوا من جدولة الديون ولحد الآن حوالي 11.600 تم إيداع تسريحات السنوية لحد اليوم وأبوابنا مفتوحة كما ترون يعني في أيام العطل يوم الجمعة ويوم السبت مفتوحة لكامل مستخدمين حتى يتسنى لهم الاستفادة ودفع الاشتراكات متاحهم وتسوية وضعيتهم دفع جدولة الديون أو دفع الاشتراكات الأساسية أو دفع التسريحات السنوية لكي يستفيدوا من التدابير الاستثنائية التي أجل هذا المرسوم هي 31 جنوبي 2022 ودومي المكلفة بالإعلام والاتصال وكالة وهران لصندوق الضمان الاجتماعي كما ترون اليوم افتتحت أبواب وكالة وهران للضمان الاجتماعي لاستقبال المستخدمين وأرباب العمل وتمكنهم وتسهيل المهام أمامهم لتمكنهم من إداع التسريحات السنوية للأجور والأجراء لسنة 2021 يعني وكما ترون هناك إقبال على مستوى أقسام المدرية الفرعية للتحصيل ومنزعات التحصيل المواطنين يتقربوا مرحبا بهم وهذا ليقومون بإداع تصريحهم بكل أريحية هذا بالموازات مع الاستفادة أيضا من التدابير الاستثنائية لفائدة المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالإعفاء الكل من غرامات وزيادة التأخير وكذا جدولة الديون يعني هناك إقبال للمستخدمين لقيام بجدولة ديونهم التي أقرها الأمر الرئاسي